تشهد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنمية الريف المصري كافة القرى والنجوع بمحافظات الجمهورية ومن بينها قرية بيت علام التابعة لمركز جرجة جنوب محافظة سهاج ونجحت المبادرة الرئاسية في تنفيذ العديد من المشروعات بتلك القرية بشكل جعلها نموذجا متحضرا للحياة الكريمة وتضم مجمعا جديدا للخدمة الحكومية وسط إشادة كبيرة للمواطنين يستمر العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنمية الريف المصري بقرية بيت علام التابعة لمركز جرجة جنوب محافظة سهاج قرية فقيرة طاردة لساكنيها حولتها المبادرة إلى لموذج متحضر للحياة الكريمة مجمع الخدمات الحكومية الجديد أحد النماذج التي لاقت استحسان أهالي القرية المجمع الخدمات التي نحن وقفين قدامه وفندم تم الانتهاء منه تماما خلال ست شهور بالضبط بدأ 1-8-2021 وانتهى 28-2-22 يعني بدء التنفيذ ست شهور فقط وتم إنجاز هذا العمل الكبير وهذا الصرح الموجود أمام حضراتكم مركز لخدمة المواطنين والتيسير عليهم وجمعية زراعية ومدارس وملاعب ووحدة صحية وبنية تحتية ومكتب للبريد وآخر للوحدة المحلية كلها مشروعات ملحتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة للقرية ليتحول الحلم إلى حقيقة وواقع ملموس وجمع خدمات المواطنين ممكن تخلص كل الخدمات اللي انت ممكن تحتاجها من مكان واحد من شهر عقاري في مركز تكنولوجي بوضاء شهادة ميلاد أي حاجة تحتاجها مكتب تومين كل الخدمات موجودة في مكان واحد هنتلقى خدماتنا في قريتنا مشروح المدينة ولأنه مركز يضم كل الأحوال الخاصة بالمواطن من أحوال مدنية وشخصية كل خدماتنا هنا في بلدنا بيجئت بدل ما رح جير جاءنا وروح المركز وروح المحافظة فهنا كل حياة متاحة لي في مركز التكنولوجي تأتي مبادرة رئاسية حياة كريمة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشاتهم بالإضافة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية وكذا تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطوير الثقة في كافة مؤسسات الدولة حياة كريمة هدية الرئيس لأهل مصر